بعد أربعة عقود من تشخيصه بمرض خطير في القلب ومنحه ستة أشهر فقط للعيش هاهو يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول مدة لمريض زرع القلب على قيد الحياة قلب أعطاه فرصة للبقاء لمدة تسعة وثلاثين عاما بعد إصابته باعتلال عضلة القلب في سن السابع عشر اعتلال يصعب ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم ليتلقى في عام 1980 القلب الذي صمد معه طيلة هذه الفترة أعتبر ذلك اليوم أكثر أهمية من عيد ميلادي لم يسبق أن توقعت صمودي إلى هذا الحد البعيد لا أزال ممتنا للهدية الرائعة التي قدمها لي المتبرع وأمل أن تكون قصته مصدر إلهام للآخرين عملية زراعة القلب التي أنقذت جانسين لم يتم إجراؤها في مستشفيات هولندا بل أجريت في مستشفى هارفيلد البريطاني وتحديدا من قبل جراح القلب المصري مجدي يعقوب الذي أجرى هذه العملية الناجحة فهذا القلب الجديد سمح للمريض بالعودة إلى حياته الطبيعية من جديد ليقطع شوطا طويلا في حياته المهنية والأسرية بقلب مزروع منذ أربعة عقود سلطان العبان العربية ترجمة نانسي قنقر